بحبك قد البحر بس قد البحر شوي بحبك قد السماء واو يا عمرين طب اسمعي أنا عندي ناس بعدين بنحكي الله باي بما أنك بتحبها قد السماء ليش السماء لونها أزرق لأنه البحر أزرق بنعكس لونه على السماء بصير لونها أزرق مين أكبر البحر ولا السماء السماء لو كان كلامك صح كان السماء لونها مبرقى لأنه بالصحرى مثلا ما في بحر مع هيك السماء هناك لونها أزرق برضي إذن شو السين شلون أشيعة الشمس لا تمام اتجاو حلو اليوم اسمع ترى واصلي ما على السمت خلينيش اقلب عالوجه الثاني خلصت اصبح لون اشيعة الشمس اصفر خطأ لون اشيعة الشمس هو الوان الطيف ما تكون الوان الطيف مجتمعة مع بعض بنشوف اللون قبل ولما يتشتتو بتشتت ضوء الشمس في الغلاف الجوي قبل ما يوصل الار مش بوصل البحر بعدين برود بناكس على السماء وبصير لونها ازرق زي ما تفضلت حضرتك في البداية في ظاهرة اسمها رايلي وبسبب ظاهرة رايلي بصير في اختلاف الاطوال الموجودة للالوان وكمان بسبب حساسية عين الانسان للنون الازرق بنشوف السماء لونها ازرق ايوه طب معنى كلامك انه بس الانسان بشوف السماء زرقا يعني الحشرات والحيوانات والطيور بتشوفها بالوان ثانية نعم صحيح حسب المستقبلات الضوئية اللي في عيونها وحساسيتها للالوان المختلفة ليش في الليل السماء بصير لونها اسود ما هو اللون الاسود مش موجود بالوان الطيف اصلا تتخوص علينا لانه بالليل ما في شمس اصلا يا فهيم فهمت؟ اوه فهمت عقبال ما تصعد روحك للسماء ونرتاح من الله شو؟ لا ولا شي سلامتك